اشتركوا في القناة وعبور المسلمين للمضيق بين افريقيا واوروبا ووصوله بجيشه الى الجبل الذي اصبح يحمل اسمه ويعرف حاليا بجبل طارق طارق بن زياد هو القائد الذي قاد الامويين الى بسط سيطرتهم على بلاد الاندلس اسبانيا والبرتغال حاليا لكنه انتهى جنديا مجهولا لا قبر له ولا ذكرى ليختفي من شاشات التاريخ فيما بعد ولد طارق بن زياد في عام خمسين للهجرة الموافق لستمائة وسبعين للميلاد في منطقة خنشلة التي تقع في ولاية وهران في الغرب الجزائري هناك ثلاث روايات مختلفة حول اصوله الحقيقية الاولى تنسبه الى الامازيغ او البربر واخرى تنسبه الى الفرس من همدان بينما اتجه اخرون الى القول انه من عرب حضر موت لكن يظل الرأي الاكثر وثوقا هو انه امازيغي الاصل وهكذا فان هذا البطل العظيم لم يكن من اصل عربي حيث ينتمي هذا القائد العسكري الاسلامي الى قبيلة امازيغية مستقرة في جبال المغرب تدعى قبيلة الصداف وهي قبيلة معروفة بشدة بطشها وكثرة الغزو وميل افرادها الفطري الى التمرد وعدم الخضوع كانت قبيلة طارق بن زيادة تعتنق الوثنية حتى تولى موسى بن نصير على بلاد المغرب في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان ودخلت قبيلته الى الاسلام فاسلم طارق بن زيادة برفقة باقي افراد قبيلته واصبح موسى بن نصير اميرا عليهم ساعد حب طارق بن زياد للقتالة في ان ينضم الى جيش امير المغرب موسى بن نصير وان يشترك معه في عدة فتوحات اسلامية والتي من خلالها اظهر قوة فائقة في القتال ومهارة كبيرة في القيادة لفتت انظار موسى بن نصير فاعجب بشجاعته وقدراته وولاه قائدا لجيوشه بالمغرب وهكذا اتيح لطارق بن زيادة ان يتولى مقدمة جيوش موسى بن نصير ويشترك معه في السيطرة على مدن المغرب العربي واخضاعها تحت سيطرته فيما عدا مدينة سبتة وذلك لمناعتها وشدة تحصنها بسبب الحنكة والشجاعة التي ابانت عنهما شخصية طارق بن زيادة في معاركه ولى الامير موسى بن نصير طارق بن زيادة مهمة وال على مدينة طنجة المغربية ويقال ان طارق بن زيادة خلال سيره نحو طنجة بنى مسجدا بمنطقة قريبة لا يزال يحمل حتى الان اسم طارق بن زيادة والذي يعتبر منطلقا لرحلة المسلمين نحو فتح الاندلس ويقال ايضا ان ابن زيادة كان يضع عينيه نحو مدينة سبتة بوابة الاندلس والممر الالزامي لعبور المضيق البحري نحو اوروبا وهو ما تم له عندما اعلن حاكم مدينة سبتة نقل ولائه الى والي مدينة طنجة التابع للخلافة الاسلامية كان طارق بن زياد يحمل حلما مبكرا بالعبور نحو الاندلس كما كانت بلاد الاندلس تحت حكم ملك ظالم يدعى للذريق كرهه الناس وارادوا التخلص منه فاستعانوا بطارق بن زيادة لمساعدتهم في ذلك وكان من بينهم شخص يدعى يليان يتولى امر ميناء بيزنطي بجوار طنجة ويدعى سبتة وكان له ابنة قد ارسلها الى بلاط حاكم الاندلس للذريق لتتعلم كعادتهم في ذلك الوقت ولكن لذريق اغتصبها فاوغل صدر يليان تجاهه فارسل يليان لطارق بن زياد رسالة طلب منه بعض الاملاك والاموال في مقابل ان يمكنه من فتح الاندلس فقبل طارق بن زياد الطلب ووجد فيه فرصة مناسبة لمواصلة الفتح والجهاد ونشر الاسلام في المنطقة فارسل الى موسى بن نصير يستأذنه في فتح الاندلس فطلب منه الانتظار حتى يرسل الى خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك ويستأذنه في فتح الاندلس بعد ان استشار موسى بن نصير الخليفة في دمشق الوليد بن عبد الملك ارسل حملة استطلاعية ووجهها لعبور البحر المتوسط من اقرب نقطة اليها اي من مدينة سبتة وجعل على رأسها قائدا امازيغيا يدعى طريف بن مالك وكانت الغاية من هذه الحملة هي استطلاع وتتبع اخبار العدو ومعرفة طبيعة البلاد والتعرف على مواقعها فقاد طريف بن مالك الحملة التي ضمت خمسمائة جندي مسلم في شهر رمضان سنة واحد وتسعين للهجرة وعبروا البحر ونزلوا بجزيرة تحمل اسم طريف الى اليوم نسبة الى القائد الامازيغي وعادت هذه الحملة وهي تحمل اخبارا مطمئنة ومشجعة لعملية فتح الاندلس شجعت نتيجة حملة طريف المطمئنة لاستعداد لفتح بلاد الاندلس وقرر موسى بن نصير ارسال طارق بن زيادة قائدا للحملة بسبعة الاف جندي معظمهم من الامازيغ المسلمين وقلة من العرب في الخامس من شهر رجب عام اثنين وتسعين للهجرة سبعمائة واحد عشر للميلاد وكان بين سبتا والاندلس جبل يقال له حاليا جبل طارق فتجمع المسلمون وتحصنوا عند هذا الجبل الصخري واستطاع طارق بن زياد بناء قاعدة عسكرية بجانبه وعهد بحمايتها ثم انطلق مع جيشه وجدت الكثير من الروايات في قصة انطلاق جيش طارق بن زياد نحو الاندلس لكن اكثرها وثوقا تلك التي قالت بتحالف يليان حاكم مدينة سبتا مع طارق بن زياد خاصة ان يليان كان يحمل حقدا مسبوقا وثأرا تجاه ملك الاندلس لذريق وتذكر القصص التاريخية ان طارق بن زياد احرق السفن بعد عبور جيشه نحو الاندلس من اجل غاية وهي اجبار جنوده الى الاستماتة في القتال واجبارهم على عدم التراجع لاستحالة العودة من دون سفن وخطب فيهم خطبته المشهورة وقال بعد حمد الله والثناء عليه ايها القوم اين المفر البحر من ورائكم والعدو من امامكم وليس لكم سوى الله واعلموا انكم في هذه الجزيرة اضيعوا من الايتام في مأدبة اللئام وقعت المعركة بين المسلمين تحت قيادة طارق بن زياد ضد جيش الملك لذريق وسميت بمعركة وادي لكة وانتصر فيها جيش طارق بن زياد ونجح في عبور البحر والوصول الى اسبانيا فكانت الجزيرة الخضراء هي اولى فتوحاتهم واول مدينة عربية للمسلمين في الاراضي الاسبانية حيث دخلها طارق وجيشه بعد معركة حامية الوطيس استمرت ثمانية ايام تمكن خلالها طارق بن زياد من قتل الملك لذريق واجهز عليه بسيفه بعد معركة وادي لكة سار طارق بن زياد بجيشه يفتح بقية البلاد ولم يجد مقاومة شديدة في سيره نحو الشمال واستمرت الفتوحات الاسلامية في الاندلس شرقا وغربا ووصل طارق بن زياد الى طليطرة بعد رحلة طويلة شاقة ثم فتح قرطبة ومالغة وغرناطة واخرى من المدن الاسبانية كان موسى بن نصير يتابع سير الجيش الاسلامي في الاندلس وادرك ان طارق بن زياد في حاجة الى مساندة وعون فعبر الى الاندلس وسار بجنوده في طريق غير الذي سلكه طارق بن زياد ليفتح بلادا جديدة فدخل شذونة ثم فتح اشبيليا وغيرها حتى وصل الى طليطلة والتقى بطارق بن زياد سنة اربعة وتسعين للهجرة بعدها استمرا في الفتح مرة ثانية وافتتح سرقسطة وبرشلونة وغيرها من المدن حتى اتم فتح الاندلس حين وصل طارق بن زياد الى الاندلس خطب في الجنود خطبة مشهورة اتسمت بروعة الاسلوب ونصاعة البيان وقدرتها على التأثير ومخاطبة النفوس واقناع المقاتلين بضرورة التضحية دفاعا عن انفسهم وبغية تحقيق النصر الموعود بعد ذلك بعث الخليفة الوليد بن عبد الملك رسالة يأمر فيها القائدين بالتوقف عن الفتح والكف عن الزحف والعودة الى دمشق لخوفه على المسلمين من الهلاك في حال تقدمهم اكثر داخل اوروبا فغادر القائدان الاندلس الى دمشق عاصمة الدولة الاموية وعندما وصلاها كان سليمان بن عبد الملك قد تولى الخلافة بعد وفاة اخيه الوليد فقدما له تقريرا وافيا عن الفتح واقام طارق بن زياد هناك مخلدا اسمه بين الفاتحين العظام من المسلمين لم يكن طارق بن زياد من الصحابة ولكنه كان فارسا مغوارا مسلما مجاهدا لا يهاب الموت وخاض معارك كثير من اجل الاسلام يرجح المؤرخون ان طارق بن زياد توفي عام 101 للهجرة ولا يكاد يعرف ما حدث لطارق بن زياد فور وصوله لمدينة دمشق حيث دخل مرحلة نسيان كبير وغادر سجلات التاريخ في هذه المرحلة ولم يعد يظهر له اثر فتضاربت الروايات حول وفاته وتضاربت الاخبار بين قتله ونفيه وبين القول انه تحول الى رجل فقير لا يجد قوت يومه في دروب الشام ترجمة نانسي قنقر